إذا صلى الإمام في الحرام المكي خلف المقام هل أفضل الصلاة خلف الإمام أو القرب من الكابة من الجهة الأخرى؟ الأفضل في ركعة الطواف أن تكون خلف المقام لكن إذا كان المطاف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن تصلي خلف المقام لماذا؟ لأنه يحصل بذلك إيذاء للناس وتضيق عليهم ويحصل لك أيضا أنت إن شغال تشويش وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي للنسان وهو مشوش الفكر فقال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ومدافعة الناس الطائفين وأنت تصلي أشد المدافعة للأخبثين وأكثر عمل وفي هذه الحال نقول ابعد كل المسجد لك مكان صلي في أي مكان شيء بسم الله عليه الصلاة الجماعة الإمام إذا صلى بعيدا من التابع فهل الأفضل أن نصلي وراءه أو صلي قريبا من الكابة من جهة الأخرى؟ ألا أخ هذا جمع سؤالين في سؤال واحد ومنعناه لا هذا سؤال الأول لكن هذا الأول؟ لا الأفضل أن نصلي للنسان في الصرف الأول الذي خلف الإمام